مرحبا بحضراتكم مرة تانية ولسه معي كابتن أحمد فوزي كابتن كنا منتكلم على الكاس العالم الأندية بقولك مسيماني يمكن كان ليه تصريح مبارح لقناة الأهلي أنه خلينا وقعيين أي حد طبعا يعني يوصل أو تأهل لبطولة كاس العالم الأندية عنده فرصة أنه يفوز بيها ولكن الموضوع صعب وأنه ما فيش نازي إفريقي قبل كده قدر أنه يتوج بكاس العالم الأندية فكنت بقولك هو بينييمهم بالتصريحات دي ولا ي بس هو أسلحة وحدين زي ما قلتلك قلتلك هو من النوع اللي بيدي إحاق للمنافس أن أنت هتكسبنا وإحنا غلابة هو بيبقى أدله زي ما بيقوله كده دي نمرة واحد نمرة اتنين بيدي إحاق للعيبة اللي أنتوا هتعملوه ده حاجة من المستحيلات حاجة ما حصلتش قبل كده فأنت لازم تشتغل ويبقى عندك أمل أن أنت تعمله فتعمل حاجة من المستحيلات فبيدي باور للعيبة وفي نفس الوقت بيهمد الفرق التانية ودي ميزة كبيرة هو عارف أن تصراحاته دي ستتناقل والفرق التانية هيوصل لها الكلام فهو هو واعي جدا ومش من المعقوب وفي نفس الوقت بدي إحاق للجمهور أنا لو عملت الموضوع ده أنا مدرب عالمي أنا جامل ولو ما حصلش أنا قلتلكه قبل ما أطلع من هنا أن حصل أن إحنا مهما كان ممكن نوصل للنهائي بس ما ناخدش البطولة بس أنا شايف بقى أنه بنايم الدنيا وبيشتغل على أنه يوصل وأنا كمان شايف هذا أنا معاك في ده وهو صراحة لو فعلا عمل إنجاز زي ده ويبقى طبعا مدرب عالمي عالمي يعني نحن نتكلم على كاس العالم الأندية ريال مادريد كسب كاس العالم الأندية مش عايزين نوصل يعني مش عايزين نحط نفسينا في حتة نفكر دلوقتي إحنا هنبقى عاملين إزاي هي القصة في إيه لا إحنا نمشي واحدة واحدة اسمعي بس عشان إحنا لو حطينا نفسينا في أمل شايف الأمل؟ عارفة لما تبين فوق كده وتخدع وتنزيل دين على الدماغي بتخدع على التغيق أخلا أم حفظة مش عايزينه يحسن فإحنا هي نفكر واحدة واحدة أنت دلوقتي تفكري في الفرقة اللي إنت هتلعبيها لأن إحنا أعتقد لسه الجدول ما تحطش يعني مش عايفين إحنا نلعب مين خاصة إن بطولة بتاعة كوبا أمريكا لسه شغالة كوبا أمريكا لسه ما تحددتش البطل لسه ما تحددتش البطل بتاعها ولسه القرعة ما تعملتش تماما فأنت ممكن أو أعتقد إن إحنا هنلاعب يا إما الأوقيانوس بطل الأوقيانوس يا إما اللاعب بتاع أستراليا ففي الحالتين إحنا هنبقى الدنيا يعني بالنسبة لنا مفترض على الورق أول ما مباراة تكون سهل ما بعد كده بقى هي اللي هتبقى صعبة خصوصا إنت ممكن تقابلي يا إما تاني مباراة يا إما باير لو كصدنا إن شاء الله ممكن تقابلي يا إما باير إما تقابلي كوبا أمريكا فهذه اللي هاتبقى ممكن يعني كوبا لبرتدوروز فأنتي برضو عندك يعني مباراة اللي怖انية إلى حد ما ممكن تدخلك في أجواء البطولة التانية هي اللي بيبتدي الصعوبة فيها وربنا يوصلنا الثالثة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحنا داخلينا كأس العلم اللقين د peekAPTEN عايزك كده تبص على السكواد او الفريق الكامل بتاع الندي الاهلي والتدعيمات الاخيرة واخيرة طبعا والترب والي هنتكلم عليه بس انت شايف كده ان احنا تمام كاملين ومتكاملين ولا محتاجين اي تدعيمات مفيش فرقة في العالم كاملة يعني بدليل ان ريال مدريد وبرشلونة وليفربول والسيتي واليونيتد بيشتروا لعيبة كل سنة مفيش فرقة في العالم كامل ماشي بس بيجي فترة بيبقوا مش محتاجين لعيبة احنا دلوقتي محتاجين ولا لا احنا الى حد ما كنا محتاجين لعيب رقم عشرة يربط مع افشا لان احنا هنتقل على افشا لان ما فيش حد يلعب اغير هو وليد سليمان وليد سليمان صعب انه يلعب تكرار المباريات في الفترات الصغيرة دي على الفترة دي فكنا عايزين واحد يلعب رقم عشرة وده اللي المسلماني قاله قبل كده وكان تحديدا بيتكلم على سرينو ولكن خلاص تقفى الموضوع سرينو تماما احنا كنا محتاجين لعيب رقم عشرة ضروري جدا تحت الاسحارة مهم جدا جدا ممكن ربنا يا كرامنا والتر بواليا بدر بنون اضافة هيلة للنادي الاهلي والتر بواليا الناس شايفا فيه ناس شايفا انه ممكن يبقى اضافة وممكن ما يبقاش اضافة انا عايز اقول نقطة مهمة انا عايز ارأيك فعلا في الصف والتر بواليا انت اي لعيب في الدنيا بيجي من مكان ما ليه حالتين يا اما النجاح الكامل يا الاخفاق اللي هيستحمل تيشيرت النادي الاهلي وقوة تيشيرت النادي الاهلي فيه لعيبة كتير جات لعيبة كويسة جدا انا فاكر فيه لعيب اسمه قوسو كونان كان جاي من المقصة لعب ثلاث سنين في المقصة مكسر الدنيا جي النادي الاهلي ما لعبش خمستاشر يوم ومش تمام فلافيو كان جاي من بترو اتليتكو فرقة مش قوية اوي وقعد اول سنة مش مستحمل ضغط جمهور النادي الاهلي انه عايزه يسجل كل مورا بس بعد ما ابتدى يسجل بقى فلافيو اللي احنا عارفينه احمد فليكس في ايامينا كان جاي عنده 17 سنة اول ما ابتدى كان وحش جدا 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 سنتين بس وفليكس ده بقى مهاجم النادي الاهلي اللي انا عايز اقوله مش اي حد هيستحمل الضغط الضغط بتاع تيشيرت وجمهور النادي الاهلي فهو لو قدر يستحمل الضغط دي اعتقده والتر برايا هيبقى من اهم النجاحات للتعاقدات في الفترة دي لو ما قدرش المشكلة انه ايهو المشكلة بس كبيرة انه اول خبطة لي هتبقى بقى يلعب في كاس عالم اندي عارفة لو كانت ابتدى تدريجيا مثلا شوية في الدور ياخد في الدور وبعدين ياخد فترة 3-4 شهور وبعدين يبتدي يلعب كاس عالم اندي فهي من الآخر كده بختك يا بوبخيت. بختك؟ يا بوبخيت. لان هو بدايته هتبقى قاتلة شوية. بالنسبة لي من وجهة نظري. بدايته هتبقى في حتة الجمهور يفتكره طول عمره. ياما الجمهور ياخد منه موقف صعب شوية. ان شاء الله هيفتكره طول عمره. ان شاء الله. ان شاء الله. الموبرال اللي جاية في الدوري سيراميكا كليوكاترا. وشايفه يا كابتن فريق صاعد للدوري جديد وعمل نتائج كويسة وعنده صفقات كويسة. ودايما بنقول انه اي فريق قدام النادي الاهلي بيطلع احسن معه. وتتكلم على بطل الدوري وبطل افريقيا. فشايف ازاي المبارات دي فنية؟ طيب انا مش معاك ان الفريق صاعد من تحت. ليه بقى؟ لان الفريق ده جايب نجوم الدوري في الاندية الاخرى. يعني هو الاول في واقع الامر هو اصاعد من الدرجة التانية. بس اللعيبة اللي فيه. انا بقولك كيف صفقات حلوة؟ لا 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 ده عندهم الاحسن. طبعا ما بنكرش ده. اللي موجودة في اندية الدوري. ومحاقين نتائج كويسة عشان كيه بقولك المبارات مش مش تهل. بان اتنين وخسران واحد ومتعادي الواحد. سبع نقاط وفرقة كويسة جدا. عندهم عامر ما شاء الله اتنين كلين شيت في الاربعة يعني خمسين في المية. حارس جاية. خط الدفاع مميز. عندهم هجوم شادي حسين ده هي من احسن اللاعبة اللي موجودة في مصر. فرقة كويسة جدا. معها مدير فني شاب. وانا عارفه عن تجروبه وشخصية نظيفة جدا هيسب شعبان. معها كابتن عامر حسن مدير كورة. فرقة طبعا استاذ معتز البطاوي مسؤول عن الكورة هناك. فرقة محترمة جدا 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 جدا. كورتها كويسة جدا. عندهم زي ما احنا عندنا فرقة لتحليل الفرقة اللي قدامنا. هم عندهم فرقة تحليل. وبيعرضوا يحليل. محللين اداء. ها محللين اداء. فاعتقد المباراة هتبقى في ارض الملعب مباراة قوي جدا. ولازم الاهلي يعني نقطة واحدة بس اللي هتبقى يا جباية. لو سجلنا بدري هنركب المباراة. انما الفرقة دي لو دخلنا معها في تايم. وناخد بوقت 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 بوقت. لان هم عندهم خبرات في الملعب. هيبتدوا وقفوا كويس. وهيبقى فيه جيم رايح جاي. انما لو سجلنا بدري ان شاء الله. هنعرف نكسبه. ويمكن هم عملوا كده مع بيرامت. زي بيرامت خطفهم في اول كلت ساعة. بقية المباراة هم راكبين الجيم بس مش عافين يحرزوا. فا اعتقد ان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يجيب جون بدري ورايح نفسه. لان المباراة اللي جاية صعبة جدا عن النادي الاهلي. ومباراة زي ما بيقولوا كده ايه. يعني عنغ زوجاجة ليه. انت متعادل الماتش الاخير. ورايح تلعب سراميكا الماتش صعب. لو ما كسبتش هتبتدي بقى فيه اخفاقات. الناس بقى ترغي والكلام فاضي من الكلام ده. فانت تكسب وترايح نفسك وتركب والدينة تبشي معك ان شاء الله. ان شاء الله. طب. يعني من وجه نظرك لو الل المباراة دي من وجه نظرك. اه يعني اعتقد انه هيلعب بالتشكيل المثالي يعني ده 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 يعني هو شناوي هيلعب آآ ناحية اليمين. لو هاني مخافش هيلعب بيك هم. آآ آآ بنون آآ 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 النقفشة هو اللي هيبتدي تحت محمد شبك. طيب من الاربع اهداف بتوع انبارح واعتقد هيبقوا معانا على الشاشة. عايزك تقول لي ايه الهدف الافضل بالنسبة لك او اللي عجبك اكتر. يعني هو 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 عشان وليد سليمان بس. او. عشان يعني انا وليد سليمان ابني وحبيبي. ويعني يعني يعني ساعدت في وجوده في النادي الاهلي بفترة من فترات. فلا يعني بالنسبة لي هو هدف وليد سليمان هو الامتاع. او. الاهدافة هي معانا يا كبتن. طبعا الاولاني وليد برضو اللي عمله لمحمد شريف. بزا. الناس كلها راحي نحت شمال وليد عملها له في عكس اتجاهه. اه. ودالي جون بقى من اقصر طريق. اه. جون ده بقى المتعة بالنسبة لي. ولمسها واحدة وحطها جون. يعني اللي اتنين. ازا كان علي معلول ولا ولا وليد سليمان. اللي اتنين يعني اه. اه. رجالة النادي الاهلي وقلب النادي الاهلي النابض. اه. ومهما كبروا. هما يعني. بيزدادوا خبرة كمان. اه طبعا. وطبعا بدر بلون. اه. اكيد. اه. اشتراكوا واحرازوا لتاني ضرب الجزاء. حتى هو واحدة اللي عبها في الكاس وجابها. ودي برضو جابها. الجندة جميل جدا. يعني. اه. ديانج اه. دحك عن الناس كلها. وحطها الكهرباء اللي كان بيقابلوا اه. بيقابلوا حظ كبير في المباراة. ولكنه يجيب جنف تسعين. كالعادة بتاعتني يعني. اه. برضو. اه. حاجة جميلة جدا. ولكن انا عن نفسي. اه. عن مستوى الشخصي. هدف اه. وليد سليمان من عرضية معلول. هو الاجمل بالنسبة لي. طيب وبالنسبة بالبدر بنون. يعني ممكن نقول ان هو مثلا من الاختيارات الاولى كده بالنسبة الجهاز الفني بتسجيل ضربات الجزاء. انه بيحطها بطريقة مميزة كده كابتن. وفيه ثقة في النفس كبيرة اوه. ده اكيد الثقة الاكبر في مباراة الكاس. اه. يعني. اول ماتش لي. اول ماتش لي. والناس كلها خايفة. هو داخل بكل هدوء ومعاملها كله. هادي جدا اللي هو. ويعني عارف اللي هو انا الفزني وانا قاعد. مش سهل فعلا يا كابتن ان نبقى اول ماتش ليك مع فريق جديد انت بتلعب فيه ومش اي فريق انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا. انك تبقى اول نزول لليك كده ماتش رسمي في نهائي كاس. اه. نهائي وفي المنتخب. وبعدين لعب منتخب كبير. اعتقد اه. ست مباراة دولية. عنده ست مباراة دولية. في المنتخب. زي منتخب المغرب. مليء بالمحترفين. فهو اصلا جاي من حتة تقيلة. فجاي عندك مع تقلك بيتقلك زيادة. وهو هادي ومنوع الرزين. جدا. فانتي اه. بجميع الاحوال. يعني. فلما تتلاقى كل الايجابيات في حتة واحدة. الحمد لله. تلاقت في بدر بنون. اه. الشخصية اللي كنا بندور عليها. سيبت من الكور. انا بكلم على الشخصية. الشخصية. اه. اه. متفتح. اه. كورته كويسة جدا. العالي بتاعه كويس. اه. عنده قوة. مع 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 يعني مع طول. فلا هو 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 لعيب كويس جدا. اه. اعتقد اللي اختاره. عينه كانت خبيرة. وعلى فكرة النادي الاهلي عينوا عليه من ثلاث سنين يعني. من التجديد اللي فات. التجديد اللي فات في الرجاء قبل ما يجدد من سنتين. كان فيه كلام اه. اه. مع النادي الاهلي دلوقتي. الحمد لله. طيب شايف ازاي فرص النادي الالف نهو يحافظ على لقب افريقيا. العشرة يا اهلي. طيب. اه. باستعراض الفرق اللي وصلت لدور التمانية النهاردة. انتي مفيش يعني. الفرق القوية. الفرقين كايزر تشيفز وسانداونز من جنوب افريقيا. مازين بي من كونغو. اه. خروج الرجاء طبعا كان طاق يعني. اه. كان. خبر مفاجئة. الوداد بيلعب دلوقتي كان متقدم واحد سفر الله وعلا ما دينا هتمشي ازاي. الترجي واصل بصعوبة بهدف. انا ما شفتش بيقوله في هدف تسلل. هدف افصايد رسمي يعني. رسمي. للأسف لحكم كابتن تحسينة بوستادات لحكم المساعدة المصري. ومعه كابتن آآ محمود البنة حكم ساحة. فللأسف برضو. بس يعني ممكن مفيش حد ما بيغلطش. انت شفت الهدف يا كابتن. انا شفت الهدف. اه. اه. تسلل. لرسمي يعني. تمام. فانت عندك الست فرق اللي بيتكلمه في 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 البطولة. آآ من وجهة نظري. طبعا مولدية. وانا خرجت السفاقسي ده مولدية الجزائر. هترجع تبقى ليها دور كبير جدا في البطولة دي. انت برضو تتكلمي لسه في الست سبع فرق اللي احنا يعني قابلناهم السنة اللي فاتت. او اللي كانوا موجودين. اهلي. زمالك. ووداد. مفيش رجاء. بس بقى فيه ترجي. مزنبي. سانداونز. و مولدية الجزائر. اعتقد السبع فرق دول هم اهم حاجة. بس انا شاف من وجهة نظري. ان احسن سكوات فيهم. بصراحة. او احسن سكوات في البطولة عامة. اعتقد النادياي الاهلي والزمالك على الترتيب. هم احسن فرقين موجودين في البطولة حاليا. ولكن اها الله العاشرة. ان شاء الله تكون بتاعتنادل. ان شاء الله جا. المنافسة على الدوري بقى. الموسم ده قوي. اصعب. اه. اصعب. لان الفرق الكويسة بايت كتير اه بالزبط. يعني الفرق اللي طالع من تحت بايت. المنافسة على طول. يعني في الحميق لان الفرق عزت اظرى السراميكة ايه. هتبقى موجودة في اول اربع خمس förعق. انتي متخيلة ان فرق زي الماولين. ربع السنين فاتوا تلعون فترالية. اه. ما خديتش في الثلاث نقاط من خمس مباراة فالمنافسة هتبقى شرسة جدا مختلفة عن الموسم اللي فات تماما جدا طبعا أكيد نادي الزمالك ليه كل الاحترام نادي منافس على مرة العصور في بطولة الدوري معاك نادي الأسيوطي موجود معنا في البطولة بموجود برضو هيبقى ليه دور إلى حد ما أعتقد وجود سيراميكا والاتحاد فينا قوية جدا مش عايزين ننساها فيه خمس ست فرق موجودين في الدوري لو ما وصلوش للدوري هيعطلوا بطل الدوري يعني هيبقى مباراتهم المباشرة مع الفرق المنافسة هتعطل فرق الدوري بس احنا محتاجين المنافسة دي يا كابتن على مستوى الكرة المصرية وعلى مستوى النادي الأهلي انه ما يبقاش بيحلق منفردا يعني على السنين اللي فاتت يعني يبقى فيه منافسة لنادي الأهلي تتزود من بتتحك على إيه كابتن بتتحك لأنه أنا طماعة المنافسة دي بتخليك تقدم أفضل ما عندك فبالتالي في البطولات الإفريقية بعد كده انت جاهز أكيد كلامك مظبوط بس يعني انت لو جتي يعني بصيتي على الكرة عمتا في مصر لما الأهلي بيبقى كويس بنقول المنتخب بيبقى كويس ده غالبا يعني الأهلي كويس والزمالك كويس المنتخب فأحسن حالاته والزمالك كويس هنا بقى الفروق الفردية ما بين اللاعبة لا هنا الفروق الفردية ما بين الناديين من إدارة بقى لكل حاجة فأنتي آه الأهلي والزمالك طول عمرهم عندهم لعيبة كويس بس المشكلة تجميعة اللاعبة في النادي الأهلي مش موجودة في نادي الزمالك الزمالك بكل صراحة نادي يسهل يعني الزمالك بيبقى نادي مخترق عمتا في الناحية الإدارية واللعيبة وفركاشة والنادي الأهلي ما تلاقيش كلام ده ولو واحد خرج عن الإطار بتاعه يبيرجعوه 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 لا يرجع ويخش جوه الإطار ويتقفل عليه ياما يطلع برا فأنتي بكل المقاومات النادي الأهلي رقم واحد لأنه هو بيكسب وبيعرف في لم نفسه عشان يكسب بعد كده مش بيكسب فبيفرح فالجاي يروح منه يعني هي شوية إيه زي ما بيقولوا كده حاجات بتبني فوق بعضها فأنا أعتقد لا النادي الأهلي طبعا أكيد أنا أحب النادي الأهلي ما يبقى لهش منافس في أفريقيا كلها مش هقولك في مصر بس ولكن أكيد نادي الزمالك طول عمره حجر الزاوية معنا هو الفرق القطب التاني القطب التاني بمعنى أنه فعلا هو نادي الزمالك طول عمره نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير منافس قوي منافس قوي جدا والأهلي بيحترم كل المنافسين يا كابتن طبع أنا لسه قلتلك إيه قلتلك إحنا بنلاعب فرقة كبيرة زي ما بنلاعب فرقة صغيرة مش هتفرم أنا قلتلك كلام ده في الأول قلتلك القصة عندنا هو اللي يلبس التيشرت الأحمر بيتحول لبني أدم تاني من صراحة عارفة يعني فليتضخم الوحش هو كده بالظبط عشان كده لأ يعني طبعا نتمنى المنافسة تبقى قوية بين الأهلي والزمالك ولكن في الآخر إن شاء الله يرجع لنا الأمر ونكسب دوري ونكسب بطول التفرق طيب إحنا دايما بنسأل المشاهدين على أفضل ثلاث لعيبة في كل مباراة وعملين كده وبنجمع في الآخر مين أفضل لعب في الشهر ده وشهر ده لحد أفضل لعب في الموسم بعدد نقاط معين بالنسبة لمباراة سوني ده بن بارح عايز أعرف منك قبل المسأل المشاهدين تاني أفضل ثلاث لعيبة من وجهة نظرك في النادي الأهلي ثلاثة بس ما هو أصل يعني مش عارف يعني ممكن نقول للمسأل أن أحمد ياسر ريان وليد طبعا وليد سليمان وما فيش حد لعب تسعين ديقات تاني يعني ممكن يبقى عليه العين أحمد ياسر ريان بالترتيب بقى وليد أحمد ياسر أحمد ياسر أحس مع وليد سليمان يا كابتن أن كل ما السن بيجبر كل ما الخبرة بتزيد كل ما الأداء أفضل تغييرة الأهلي الزهبية دايما نقول عليه أكيد الخبرات بتخلي اللعيب بدل ما كان بيجري كتير ويعود ينحف لا أدلوقتي عارف ويقف فين هيباص إزاي وتحرك إزاي ويجري إزاي بتبقى عنده يعني إيه خبرة خبرة يعني الموقف ده عد عليها قبل كده مرتين تلاتة أربعة فأنا حفظت الموقف من قبل ما ييجي يعني قبل ما الكورة تتلعي في الحتة الفرانية أنا عارف أن أنا هتحرك لها هنا والكورة هتعدي مثلا السردباج ده عشان أنا روح أقطع من المكان ده فأخدها هي دي مجموعة الخبرات إنها مواقف عدت على اللاعب قبل كده فبيبتدي يتخزن في العقل الباطن الموقف ده يحصل إزاي فأول ما كورة بتتحرك بيبقى فاهم يا راحة فين وهتنزل إزاي وهتحرك إزاي عشان كده طبعا الخبرات بتفرق كتير جدا وليد ربنا يعني يبركلينا في صحيته يبركلينا في وجوده معنا ويكتر من شرطة لجوان بتاعته ويطلع في كل المشارطة الليعابة لا أعتقد وليد من الناس هتسيب علامة فريقة في النادي الأهلي وهيكمل هيبقى يعني في الناحية الإدارية وهيبقى ليه وضع في النادي الأهلي بعد ما يبطل حتى إن شاء الله وهو يستهل لأنه فعلا كسب ثقة جماهير النادي الأهلي بشكل كبير قوي ده من زمان ولكن بتزيد برضو مع الوقت ويقوم بسطين دايما كل ما بيهدف أكيد ده هو يعني يعني دلوقتي وليد بقى خاتم أو مش دلوقتي وليد من زمان هو خاتم سليمان فأعتقد يعني وليد مع جمهور النادي الأهلي علاقة حب كبير طيب بشكر حضرتك جدا كابتن أحمد فاوزي وانا استمتعت والله بالحوار جدا شكرا لك إن كنت معنا ونورتنا في بيتك شكرا لك وشكرا لحضرتكم على المتابعة بشكر حضرتكم بذلك اشتركوا في القناة